أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول ذكرتم أن من أهل العلم السابقين من قدم علي على عثمان فهل يدخل في هذا أنواع التشيُّع أو أنه سيهُّع؟ في الفضيلة قدمه في الفضيلة لاحظ ما هو في الخلافة؟ الخلافة لا مجمعون على تقديم عثمان رضي الله لكن من العلماء من يقول إن علي أفضل من عثمان فهذه مسألة فرعية أما من قدم علي على عثمان في الخلافة فالشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية يقول لما ذكر الخلفة الأربعة وترتيبهم قال ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أظل من حمار أهله نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر